نبدأ من هذا السؤال ما هي حقيقة الحديث القدسي وعن أي جهة يصدر؟ السؤال بحاجة إلى تفصيل في القول لكنني سأجمل الكلام في الثقافة الدينية في الوسط الإسلامي هناك مصطلحات شائعة هناك الوحي وهو النص القرآني وهناك الحديث القدسي وهناك حديث المعصوم في الوسط السني المخالفي للأترة الطاهرة حين يتحدثون عن حديث المعصوم فإنهم يقصدون النبي صلى الله عليه وآله فقط وربما يضيفون مصطلحاً آخر وهو الأثر والمراد من الأثر هو ما نقل عن صحابة النبي وربما البعض يلحق التابعين بهم بحسب ثقافتهم ومصطلحاتهم في الوسط الشيعي الحديث القدسي بحسب ما هو شائع فهناك كلام وكلام وكلام ولكن بحسب ما هو شائع الحديث القدسي هكذا هم يقولون معاني أو حلّه بها تعالى إلى أنبيائه إن كانت تلك الأحاديث القدسية نقلت عن الأنبياء السابق أو عن نبينا صلى الله عليه وآله معاني أوحى بها الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه عن طريق الملائكة الصياغة اللفظية هناك من يقول إنها صياغة ملك الوحي وهناك من يقول من أنها صياغة من نفس النبي هذا هو الذي جاء مذكورا بنحو عام في كتب علماء الشيعة وما ذكر في كتب علماء السنة ما هو ببعيد عن ذلك بل إن علماء الشيعة أخذوا ذلك من السنة تقريبا هذا هو التعريف العام المجمل للحديث القدسي إذا أردنا أن نخوض في عمق هذا الموضوع مع ملاحظته أن الأحاديث القدسية بشكل عام هي ضعيفة الأسانيت عند السنة وعند الشيعة الذين يعتمدون منهج السنة في قبول النصوص وردها بشكل عام ما تسمى بمجموعة الأحاديث القدسية هي ضعيفة السنة إن كان ذلك في الوسط السني أو كان ذلك في الوسط الشيري تقريبا هذه المعلومات الإجمالية العام التي وردت في كتب الشيعة وفي كتب السنة إذا أردنا أن نغور بعيدا في هذه القضية وفي قضية النصوص سيكون الكلام مفصلا وطويلا ولا مجال لذلك لكنني سأوجز لكم الكلام النص القرآن وما يسمى بالحديث القدسي وما يسمى بحديث المعصوم هذه المصطلحات وهذا التنويع في التعابير هو في الألفاظ إذا كان النظر إلى المعنى فالمعنى هو هو كل شيء من الله وكل شيء من الله هو في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلم فأصل المعاني واحد الاختلاف في التعابير هذا أمر يتناسب مع حاجة الناس إلى هذا التنوع في التعبير وإلى هذا التنوع في الصياغة فهناك صياغة قرآنية وهناك صياغة سميت بالأحاديث القدسية وهناك صياغة سميت بالحديث المعصوم المعنى جاءنا من جهة واحدة في أصله كل شيء من الله وصدر إلينا من جهة واحدة هي الجهة المعصومة الاختلاف في التعابير وفي الأسلوب هناك حكمة تترتب على هذا التنوع في البيان وفي الشرح مثلما إذا ما رجعنا إلى أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فتارة يتحدثون باللسان الذي يتحدث به أهل السوق لسان السوق وتارة يتحدثون بلسان البلغاء والأدباء مثل ما كان بلغاء العربي وأدباؤهم يتحدثون وتارة أخرى يتحدثون بلسان الرمز والإشارة والمصطلح الخاص فكل لون من ألوان التعبير وصياغة هذه له سياقه الخاص به قلت إن الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول كل ما عندنا إن كان ما يرتبط بالنص القرآني أو ما يرتبط بالحديث القدسي أو ما يرتبط بحديث المعصوم كل ذلك يصدر من قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لكنها تجليات وظهورات فلنص القرآن ظهور يتناسب معه وللحديث القدسي الذي سمي اصطلاحا بهذا العنوان له خصوصيته وظهوره وصياغته التعبيرية وكذلك أحاديث المعصومين المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكل معصوم منهم أسلوبه في التعبير الذي يتناسب مع زمانه ومع أبناء زمانه يمكننا أن نتلمس بوضوح الأسلوب الذي يتحدث به إمامنا الصادق بنحو يختلف اختلافا واضحا عن الأسلوب الذي يتحدث به سيد الأوصياء أمير المؤمنين وهكذا كل معصوم من المعصومين له أسلوبه وحين أقول له أسلوبه إنني لا أتحدث عن مجموعة من الكتاب أو المؤلفين أو الأدبة ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم القضية ترتبط بحاجة الناس بطبيعة الواقع الذي عايشه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الواقع الثقافي يختلف من زمان إلى زمان والمنطق الصريح الواضح لكل مقام مقال هذه القضية لا أعتقد أن أحدا يجادل فيها لكل مقام مقال هذه القضية يقبلها الجميع فهذه القضية قانون يسري في حال الحديث ويسري في حال الكتابة والتأليف ويسري في حال الخطابة وإصدار القرارات ويتجاوز هذا الأمر حتى إلى أفعال الإنسان وإلى سلوكه ويتجاوز ذلك إلى تشريع الأنظمة والقواني وإلى تنظيم حياة الناس في مختلف أنحائها وأشكالها ويسري ذلك حتى في الصناعات فالمخترع حين يخترع جهازا والمصمم حين يصمم تصميما لابد أن يأخذ هذه القاعدة في نظر الاعتبار الذي يصمم الأزياء لابد أن يأخذ القاعدة بنظر الاعتبار لأي شيء يريد أن يصمم هذا الزين والنجار كذلك والبناء كذلك والجميع وإلا فإن الأمور ستذهب بالاتجاه الفاسد لكل مقام مقال هذه هي الحكمة بعبارة مجزة مختصرة النتيجة ما هي النص القرآني الحديث القدسي حديث المعصوم تشير إلى معنى واحد من مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى هذه الصياغات وهذه التعابير صادرة من مصدر واحد هو قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وكل شيء أحصيناه في إمام المبيل ما هو القرآن شيء من الأشياء ما هو الحديث القدسي شيء من الأشياء ما هو حديث المعصوم شيء من الأشياء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في عقله في قلبه في حقيقته فخلاصة الكلام هذه العناوين الثلاثة مصدرها المعنوي واحد ومصدرها اللفظي واحد ولكنها ظهرت بظهورات متعددة مختلفة بحسب ما يقتضي ذلك في حكمتهم صلوات الله عليهم وأعود إلى الكلمة الواضحة المفهومة للجميع لكل مقام مقال